زميلة مشهورة جدا ومعروفة جدا رحبوا معايا حضرات بزميلتنا الجديدة في قناة مكملين دي الزميلة الجميلة دي أيوة لميس الحديدي خلونا نرحب بالزميلة لميس الحديدي في قناة مكملين حد هيقول لي هربت لأ حد هيقول لي بقت إخوانية لأ بس هي يبدو أنها طلعت خلايا إخوانية نايمة ليه بقول الكلام دا لأنه مش عجبها حال البلد يعني أنت جاية دلوقتي يا لموس تشتكي من حال البلد الله وطلعت تشتكي زي ما احنا بنقرض مشاكل الناس الغلابة وتقول ما فيش رز في البلد وبتسأل سؤال عجيب وبتقول عايزين نفهم إيه اللي بيحصل خليك معايا وخليها جنبي الله يكرمك يلا محتاجين نوع فينا لأنه السوق ما فيهوش رز يعني ما أقولنا والشركات بدأتي يعني أنا بتابع الرز دا بعلي شغرين اهو كل يوم عندنا نفس القصة انه تم الضخ الضخ موجود ونا لا أتكلمش على رز التموين رز التموين موجود الدولة بتوفره على بتاعة التموين وكله تمام أنا هنا بتكلم على الرز الحر اللي في السوبر ماركتز اللي في المنافس المختلفة دا مش موجود وقليل جدا ولو موجود بتاخد كيلو فقط فاحنا هنا محتاجين نقف في المنتصف ونفهم نقف 2014 وطلع قال قلتيله انتي هتحل مشكلة البطالة ازاي قالك هنجيب عربية خضار واثنين شباب على كل عربية مش كده هل دا كان منطق يا لميس على فكرة معلش سوري أنا هدفع عن السيسي راجل ما تحكش عليكي الراجل من الاول بيه هرتل الراجل من الاول رس صجرتين حشيش وطلق اتكلم معاك يقالك هحل مشكلة البطالة عن طريق عربيات خضار وكل عربية لو اشتغلها لها اتنين لا شفنا عربات خضار ولا شرب اشتغلوا فما تجيش صحصحي بعد تسع سنين يعني ما ينفعش على لميس وإلا على رأي الكاتب الكريم سليم عزوز اللي كتب وقال بيتعجب من كلام لميس وتساءل هي دي وعندما تقول السيدة لميس لا يوجد رز في السوق وعايزين نفهم فمن حقنا نسأل دي مكملين ولا لميس ايها الجنرال هي بتبتدي كده ضرب وروح القدس معك مش كده ولا اضرب لا ضرب وروح القدس معك هي بتبتدي كده اضرب اضرب لانه معلش يصلها جاية بين ال هي بتبتدي كده اضرب وروح القدس معك حالة الشجاعة اللي تملكت وتلبست الاستاذة الاعلامية الكبيرة لميس الحديدي في برنامجها مبارح ما وصلتش المستوى كنا منتظرينه من مستوى حباء القديم قصدي انها هتقول للسيسي فاشل ومش قد الشيلة ما تشيلش والحكومة فاشلة ومش قد الشيلة ولا ايه نسمع كده تقيل عليك يا دكتور مورسي الشيلة ما تشيلش تقيل عليك يا دكتور انديل الشيلة ما تشيلش تقيل عليك يا جماعة الاخوان الشيلة بلاش بتجروا ليه على السلطة قوي كده ايه يا لميس فين الجملة المشهورة دي زي جمل لو لم اكن مصريا دي جملة مشهورة مسجلة في تاريخ تب ده مورسي كان ما قعدش 12 شهر بالزبط لما انتي قلت له جملتين دول النهاردة الراجل ده ما قعدك وقاعد بقاله 9 سنين وانا ويكمل مش نسمع بقى الجملة دي تقيل عليك يا دكتور يا كابسات الفريق ولا المشير ما تشيلش لكن يبدو اني مش لميس بس اللي مش عاجبها الحال بس هي مش قادرة تردح زي زمان وتعلي صوتها لكن يبدو اني كمان كان في نواب في البرلمان تحت ضغط الانفلات الكبير في السوق هجم الحكومة زي ما حصل النهاردة في لجنة الخطة والموازنة في البرلمان واتهم الحكومة بالفشل في السيطرة على الدولار لغاية ما وصل سعره لتلاتين جنيه الخبره انا بيقولش تلاتين من عندي ومش هو في السوق السودا مش تلاتين هو اكتر من تلاتين يعني هو في السوق السودا معدد تلاتين بقى تلاتة وتلاتين من الحاجات دي لكن هما بيقولوا تلاتين النائب ده اللي هاجم الحكومة ده أكيد إخوان هو كمان وخلاء نيمة مفيش كلام